اشتركوا في القناة من سورة المائدة الآية رقم 67 ويقول المولى عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين دفاع المولى عز وجل عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وشيء يفوق الخيال كم دافع المولى عز وجل عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وكم يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات ومن المعجزات التي تجلت من عند رب الأرض والسماوات للدفاع عن حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكن قبل ما نكمل موضوعنا النهاردة تعالوا نشوف بس كده إيه يعني سبب النزول ثم بعد ذلك نثني بموضوع في غاية الأهمية وموضوع الساعة موضوع في غاية الخطورة ربنا يا ربي فرج هم المسلمين في كل مكان اللهم أمين يا رب العالمين في الحديث الذي روى ابن أبي شايب وابن حبام بسناد حسن عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا نظرنا إلى أعظم شجرة يعني لما كان ينزل أي مكان لشوف أكبر شجرة وأعظم شجرة فكنا نخليها للنبي صلى الله عليه وسلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة بيقول في يوم من الأيام نزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وعلق سيفه على فرع من فرع الشجرة فجي رجل من الأعراب من الكفار أم جي رح واخد السيف من غير ما النبي يدرس الله صلى الله عليه وسلم كان نايم وراح فزع النبي صلى الله عليه وسلم أو أفزع النبي صلى الله عليه وسلم هو نايم وقال من يمنعك مني يا محمد من اللي يحميك مني دلوقتي أنا دلوقتي فوق دماغك والسيف في قدية وانت نايم دلوقتي فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الوافق في موعود ربي لعنده يقين وتوكل يعني يملأ الكون كله صلى الله عليه وسلم وإذا به يقول صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة قال الله من يمنعك مني يا محمد قال الله فما كان من الرجل إلا أنه ارتجف من قوة يقين وثقة وثبات النبي صلى الله عليه وسلم فوقع السيف من يدي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وأنت من يمنعك مني الآن قال كن خيرا أخذني يا محمد قال أتسلم قال لا ولكني أعدك ألا أكون في بين قوم يحاربونك إلى غير ذلك إلى آخر الحديث الشات في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت شجرة كبيرة وينزل الصحابة تحت الأشجار التي حوله من أجل حراسة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى عند تلمذي وسعيد بن منصور بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص كان أتيه حراسة كان في كل يوم حراسة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول المولى عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس في هذا الوقت أخرج النبي رأسه إلى الصحابة وقال أيها الناس انصرفوا فقد عصماني الله عز وجل من الناس الحقيقة عايزة أدخل من الموضوع دوتو من الآية دي لمدخل في غاية الأهمية مدخل مهم جدا جدا وخطير جدا جدا أرجو نحن نمتبه ليلى الله دي الله برب فيكم إخواننا في سوريا إخواننا في سوريا المدابح وإحنا دلوقتي ليلة 21 كل عام أنتم بخير دخلنا على العرش الأواخر دخلنا على ليالي فيها ليلة القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنها ليلة ليلة القدر خير من ألف شهر وما قالش بألف شهر خير وجعلها في صيغة الناكرة من أجل تعظيم وتفخيم هذه الليلة لأن ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يقول ليلة القدر خير من مليون شهر لكن لغة المليون ما كانش يعرفها العرب وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر رقم يعرفوه هو رقم الألف والدليل أنه كان لما يبقى واحد عنده مليون دينار أو ديليون درهم كان يقول عندي ألف ألف لو عنده اثنين مليون يقول عندي ألفي ألف كانوش يعرف غير لغة الألف فخاطبهم المولى عز وجل بنفس الرقم اللهم معرفينهم أقوها لشان لو علنا ليلة القدر ما قالش بألف شهر وإلا لو كانت بألف شهر كانت تبقى بحاجة وتبانين سنة زي ما بعض الناس عارفين إنما قال خير من ألف شهر خير من ألف شهر يعني لن تعرف قدرها ولن تعرف أجرها إلا حينما تلقى المولى عز وجل يوم القيامة ويجزيك بها ويجزل لك العطاء سبحانه وتعالى ليلة القدر ودعاء ليلة القدر كما ثبت عند الترمذية بسند صحيح أن أمنا عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول يا رسول قال كولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني والعفو كما تعلمون أبلغ من المغفرة المغفرة معناها الستر وذلك في حديث النجوة أن المولى عز وجل يدني عبده المؤمن يوم القيامة كما في الصحيح ويضع عليه كنفه ويستر ويقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول بلى يا ربي حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول له إني قد سطرتها عليك في الدنيا مع أن العبد ده تاب من الذنوب دي إني قد سطرتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجن أما العفو فالعفو أبلغ من المغفرة العفو أن الزنب يفضل موجود في الصحيفة لكن يتكتب جنبه أن العبد تاب منه فلما يجي يوم القيامة يتحاسب عليه لكن لا يعاقب عليه أما العفو فإن المولى عز جل يأمر الملئكة تمسح أصل الزنب من أصل الصحيفة فلما تلقى المولى عز جل يوم القيامة لا يحاسبك ولا يعاتبك وندي مثال بسيط بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم تخيلنا كده لو أني مدير شركة وأرسل موظف من الموظفين بتوعه في مهمة خاصة بالشركة تخسر الشركة خمسة مليون دولار فقالوله تاني يوم تعالى دا المدير عايز يشوفك راح عشان يشوف المدير ومنتظر طبعا عقوبة فإذا يابي المدير بيقوله مش أنت يعني كلفتك بالعملية الفلانية وخسرت الشركة خمسة مليون طيب أنا مسامحك المرادل أن ليك ماضي كويس جدا جدا لكن الورق دا هيفضل في درج العمر كله عشان منساش أبدا الجريمة اللي انت ارتكبتها في حق الشركة دا اسمه إيه؟ اسمه مغفرة أنا غفرتلك مش عقبك لكن إيه؟ الذنب مازال موجود في الورقة هون إنما لو عاف عنه يقوله شوف أنت ليك تاريخ طويل جدا وأخطأت الخطأ الكبير دا أنا هعفو عنك ودي الورقة أطعطها أو خد انت حرقها بنفسك خلاص مفيش أي حاجة ونبدأ صفحة بيضة هو دا العفو دا الفرق بين العفو وبين المغفرة عايزين في ليلة القدر عايزين نقول إن حتى لو كانت ليلة القدر بألف شهر مش بقول خيره من ألف شهر لو كانت حتى بألف شهر يعني بحاجة وتمانين سنة عبادة يعني كل رقعة في ليلة القدر أحسن من ستين ألف رقعة في أي ليلة أخرى قراءة آية أفضل من قراءة ستين ألف آية قيام الليلة دي أفضل من قيام ستين ألف ليلة في غيرها فشيء جميل أوى قوي أنت تطلقى المولى عز وجل بعبادة هي من أجل العبادات التي تقرنها بالقيام وقراءة الكرآن والذكر والاستغفار ألا وهي عبادة ألا عفو إن احنا نعفو عن بعض ونسامح بعض ونفتح قلوبنا البعض ونحط إيدنا في إيدنا بعض عشان ننقذ بلدنا مصر زي ما شفتم بارح في حلقة الأمس تكلمنا عن الأحداث التي ضارت في رفح الله يرحمه من رحمة واسعة ويربط على قلوب زويم يا رب العالمين ولا يرينا مكروها مرة أخرى في مصرين أبداً ولا في أي مسلم على وجه الأرض والأي عربي على وجه الأرض أبداً محتاجين إحنا نتكاتف من أجل هذه البلد ومن أجل هذا البلد أنه يقوم مرة أخرى بالله عليكم يا جماعة نحط إيدنا في إيدنا بعض ننسى الخلافات ننسى المشاكل بلدنا أغلى مننا إحنا كلنا مروحين وستبقى مصر فلازم نحافظ على مصر عشان نسلمها أمانة سليمة لأولادنا والأحفادنا مش يطلع النهاردة واحد ربنا يهديره نفسه ليل ونهار عمال يعني يسب في رئيس الجمهورية ويسب في الوزراء ويسب في دول ويسب في دول يا أخي السب ليس من أخلاق المسلمين عيب عيب لغة السب وعيب لغة الشتم عيب لغة التهكم البشع دي إنسان أنت مش عاجبك خلاص مش عاجبك قول مش عاجبني أو حتى احتفظ برأيك لنفسك وقول إيه صح أعرض الخير يعني عايزين نقول إيه عايزين النقد الإيجابي أنا مش عاجبني حاجة معينة عملها وزير معينة أو رئيس وزراء أو محافظ أو موظف في أي مكان أقول يا جماعة هذا رجل أخطأ في كذا والصح كذا ده من وجهة نظري ووجهة نظري دي قد تكون هي الخطأ وأنا اللي شافها صح وهكذا لكن في النهاية بلدنا أغلى من كل حاجة وبلدنا هي الباقية وإحنا كلنا مروحين يا جماعة لازم نحافظ على بلدنا قضية المهمة جدا اللي عايز أتكلم فيها النهاردة وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهل الشام أهل سوريا النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك المولى عز جل يقول وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي باركنا فيها قال الإمام التبري هي أرض مصر والشام أرض كلها بركة أرض كلها بركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم توبى للشام لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها والحديث روها أحمد التلمذي بإسناد صحيح وفي الحديث الذي روها أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ رأيت إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فعمد به إلى الشام عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فعمد به إلى الشام ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن في الشام عند الفتن الإيمان يأرز ويجتمع في مكانين في المدينة المنورة وفي بلاد الشام أن الشام كما تعلمون هي سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين وجزء من الشام الغرب السعودية جزء بسيط جدا كل ده اسم بلاد الشام ولكن الاستعمار السمة التأسيمة دي عشان تضعف المقاومة وعلشان في النهاية يبقى هذا الكيان الصهيوني الفاجر الكافر الذي يريد الشر كله لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله جاي اليوم اللي فعلا هيختبئ فيه اليهودي وراء الشجر ووراء الحجر إن شاء الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند التبراني في الكبير بسند صحيح يقول أيها الناس يوشكون أن تكونوا أجنادا أجنادا مجندة جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن فقال ابن حوالة رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله فإن أدركني هذا الزمان فاختر لي أعيش فين أكون فين في اليمن ولا في الشام ولا في العراق فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أختار لك الشام فإنه خيرة المسلمين خب بالك إنه خيرة المسلمين وصفوة الله من بلادي يجتبي إليه صفوته من خلقه فإن لم تفعل فعليك باليمن فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهلي شوف كلمة النبي فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهلي شوف قبلها قال إيه فإنه خيرة المسلمين خيرة في الأرض وخيرة في الناس الذين يعيشون على تلك الأرض فإنه خيرة المسلمين وصفوة الله من خلقه وصفوة الله من بلادي يجتبي إليها صفواته من خلقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بالحديث الذي t给 البخاري اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا building اللهم بارك Little في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا وفي الآخر قال وفي نجدنا الشاهد في الموضوع أن نبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة لأهل الشام ويشهد لهم ويشهد لهم بأن الإيمان يأرز إلى بلاد الشام ويشهد لهم ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم ويقول طوبة للشام لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على بلاد الشام ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على بلاد الشام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفوق ده كله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه خيرة المسلمين يعني خيرة المسلمين لأنه هم اللي بيقتلوا وهم اللي بيذبحوا بصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في أشراط الساعة الصغرى لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض قال وما شريطته يا رسول الله قال أهل الخير والصلاح أهل الخير والصلاح وليس معنا ذلك أن أهل الخير والصلاح مش موجودين في الشام بس موجودين في كل بلاد العالم لكن تتركز أكثر عداد من أهل الخير ومن أهل الصباح في بلاد الشام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فالآن هؤلاء يقتلوا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى اللغم أنه ما عاش في بلاد الشام إلا أن ربنا سبحانه وتعالى إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وإكراما لأهل الشام جعل معراج النبي صلى الله عليه وسلم من بلاد الشام وسيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى العشر ينزل صلى الله عليه وسلم شرق دمشق ويقتل الدجال ثم بعد ذلك يكون قضاء على يأجوز ومأجوز بقدرة المولى عز وجل شيء عجيب جدا جدا أن أنت ترى المذابح كل يوم كل يوم أسر بتذبح وتقتل على مرأة ومسمع من العالم كل سنة ونص يا مسلمين والأمم المتحدة بتشجب وبتستنكر وزعلانة ومتضيقة ولسه هنفكر ولسه هنعمل وهنكتمع إن شاء الله بعد أسبوع وطب وليه هو نقض العهد وليه وليه سبحانه الملك لما العراق غزيت الكويت ونحن نرفض أن تجير أي دولة إسلامية على أي دولة أخرى لما غزت العراق الكويت في التسعينات أمريكا ماذا صنعت لأن لها مصالح في الكويت أبر البترول ماذا صنعت أمريكا في الوقت ده جمعت عصفة الصحراء 28 دولة بالدك في العراق لحد ده مدمرت العراق سبحانه الملك كل ده ليه علشان دولة غزي الدولة في مصالح لأمريكا في الدولة الثانية ديت وإحنا لا نتمنى طبعا لغزو العراق للكويت ولا غزو أي دولة لأي دولة إسلامية نتمنى السلامة لكل بلاد المسلمين لكن بقول لي مجرد أن أمريكا كان لها مصالحة في الوقت ده كان رأسة 28 دولة اتصرف عليها ساعتها مليارات والله العظيم مليارات علشان بحج تحرير الكويت من العراق طب أنت بتحرر الكويت من العراق يبقى إذن الضربة هيكون فين؟ الضربة هيكون للعراقيين اللي موجودين في الكويت لا ده كان بيدرب دولة العراق كان بيدك العراق وبعد كده احتل العراق بقول بلا كل ده عشان مصلحة إنما سوريا عشان أمريكا مش من مصلحة أنها تستخر لأن بكل بكل بساطة يا جماعة لو استقرت سوريا واستقرت مصر لها بقاءة للكهاني الصهيوني ودأيتها بأمريكا جدا لأن أمريكا مخنوة من اللوج الصهيوني وليه جمال في علاقة وليه ما تعافش دايش من غيره أصلا وبالتالي هم مش عايزين أي صلاح ولا أي فلاح ولا أي راحة لأهل سوريا تعالوا نكمل ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحتاجين يا إخواني ربنا يبارف عمركا رب ويحفظكم من كل السوء محتاجين في الآيام الفضلة ديت العش الأواخر من رمضان نكثف جهدنا ودعائنا لإخواننا في سوريا الله يبارف فيكم مش معقولة يعني النهاردة أغلب حكام المسلمين خذروا هذا البلد العظيم خذروا إخواننا في سوريا لحد قادر يتحرك ولحد قادر يعمل حاجة والنهاردة إيران المجرمة إيران وحزب الله والصين وروسيا والكل واقف ضد هذا الشعب الأعزل والكل قد يتفرج فلا أقل من الدعاء ربنا سبحانه وتعالى أكبر من الكل سبحانه وتعالى لما كان في يوم الأيام في أحداث الخليج في يوم الأيام واحد رجل بدوي كويتي بسيط جدا جدا بيسأل واحد فبيقوله بيقوله ده الطيارة الشبح بتعمل وبتسوي قال له يا الطيارة الشبح خطيرة للدرجات دي قال له طبعا دي خطيرة جدا قال له طب هي فوق ولا ربنا اللي فوق قال له ربنا اللي فوق قال له خلاص مدام ربنا فوق الكل إن شاء الله ربنا هينصرنا فشاهد في الموضوع إن ربنا يكرمنا وكرمكم محتاجين نحس بألام الناس دي فعلا بجد من قلوبنا يا سوريا معذرة ومثلي ليس يعتذر عار علي السمع والبصر وأنا اللهيب وقادة المطر والأمر ما أمر فمتى سوف أشتعله فمتى سوف أشتعله شوف سبحان الملك يعني من كتر المجازر كنت بالأمس في إحدى القنوات السورية اللي تابع جيش الثوار شيء عجيب جدا من المذابح التي تشن وترتكب على أرض سوريا لأطفال وانتهجات نساء وقتل رجال كبار وهدم مساجد وهدم كنائس وهدم بيوت شيء فوق الخال حاجة والله العظيم لا تخطر على قلب بشر طفلة صغيرة فقدت أهلها كلهم أس أسرتها كلها ماتوا فخدتها أسرة تانيا عاشت معهم بمدة شهرين الأسرة التانية كلها ماتت فبقيت الطفلة وحيدة مش عارفة تروح فين ووصلت لمرحلة زهول لا تستطيع أن تتكلم كأني بلسان حال كل واحد على أرض سوريا يقول لمن نشكو مآسينا لمن نشكو مآسينا ومن يصدي لشكوانا ويجدينا أنشكو موتنا ذلا لراعينا وهل موت سيحيينا قطيع نحن والجزار راعينا ومن فيون نمشي في أراضينا ونعرب عن تعازينا لنا فينا فوالينا أدام الله والينا رآنا أمة وسطا فما أبقى لنا دنيا وما أبقى لنا دينا ولاة الأمر ما هنتم ولا خنتم ولا أبديتم اللينا جزاكم ربنا خيرا صحقتم أنف أمريكا فلم تنقل سفارتها ولو نقلت معاذ الله لو نقلت لضيعنا فلسطينة ولاة الأمر هذا النصر يكفيكم ويكفينا تهانينا شيء عاقيب جدا شيء عاقيب جدا كمية التبلد اللي موجودة عند البعض المسؤولين كأن البلد دي له دولة إسلامية ولا كأن الناس دي مسلمين ولا كأن النساء دون نساء مسلمين شيء عاقيب جدا أذكر وأنا والله العظيم في التسعينات وكنت عايش ساعتها في السعودية أذكر أن اسمها تشريت لشيخنا الحبيب شيخ أحمد القطان ربنا يحفظه يطول في عمره شريت وبار عن رسالة كتواصلال ومن بعض الأخوات من سجون سوريا رسالة بمختصرها بأروره نسألك بالله أن تخبر إخواننا المسلمين أن يأتوا إلينا واهدموا علينا السجون فقد امتلأت أحشاؤنا بأطفال من الحرام بسبب اغتصاب هؤلاء الجنود لنا في سجون سوريا شيء فوق الخيال شيء كمة فيه يعني أنا مش قادر أقول والله العظيم باستقاء التاريخ على مدى العمر كله ما رأينا إنسانا في إجرام لا حافظ الأسد ولا بشار الأسد حافظ الأسد تكلمنا عن المجازر اللي عمل الأهل سوريا يكفي مجزرة حمال اللي عملها سنة 82 30 ألف موحد قتلهم في 27 يوم 30 ألف موحد يا رجل دا الواحد والله العظيم أقسم بالله لو ماشي بعربيته وخبط قطة أقسم بالله ما يعرف ينام كيف ينام مثل هؤلاء المجرمين واحد زي بشار قاتل لحد الآن خد بالك من حاجة الإحصائية دي ما تجيش والله وبحلف لك بالله ما تيجي واحد عن الأشرين من اللي بيحصل الحقيقة في قتل في أي شارع من شوارح حلب هل الكاميرات هتوصل لكل شارع هل هتوصل لكل الزقاء هل هتوصل لكل بيت طيب واللي احنا وجدناهم في الشارع موجودين أكتر من 25 ألف واحد شهيد أسى الله عز وجل أن يجعلهم في زمرة شهداء طيب واللي متوا تحت الهدم وتحت البيوت التي يعني سقطت من أنقاض الرمي بالطيارات أو بالمدافع أو الهون أو غير ذلك دون يتعادوا إزاي دون ناس خلاص اخترتت الدماء واللحوم والأشلاء بالأركان البيت بالحوائد بالأخشاب بغير ذلك محدش حارف يوصل لهم خالص بالمرة أعداد لا تخطر على قلبه بشر يوميا أقل عدد بتسمعه النهاردة 150 و160 و200 قتيل أو شهيد في أرض سوريا هل نحتاجين نتحرك وعايز أقول لكل مسلم والله لا عذر لك أمام ربي سبحانه وتعالى أقل شيء إحنا في العشر الأواخر أقل شيء الدعاء وهو مش قليل ويعني الدعاء كما قال نبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون ما قالش عن دعائي قال عن عبادتي فعلق نبي صلى الله عليه وسلم وقال الدعاء هو العبادة وكلام الأحباب والإخوان من أهل سوريا وبخاصة الجيش الحر في سوريا وخاصة الناس الأفاضل المدنيين الذين يعيشون في سوريا اثبتوا اثبتوا وإن شاء الله ربنا ننصركم والنصر قادم وأنا أعلم أنكم تعيشون الآن أشد ساعات الليل سوادا لكن البشرى إن أشد ساعات الليل سوادا هي أقرب لحظة لضوء الفجر إن شاء الله تعيدوا السنادي وقد نجحت الثورة إن شاء الله تعيدوا السنادي إن شاء الله بفضل ربي أولا ثم بدعائكم ودعاء المسلمين في كل أقطار الأرض إن شاء الله تعيدوا السنادي وكيوم بشار شفنا فيه آية هو وكل من معه هو وأعوانه وهو وإيران ربنا يورينا فيها آية من آياته سبحانه وتعالى وحزب الشيطان الذي يسمى حزب الله والصين اللي بقوله وقادين الله سبحانه وتعالى وقفتي بهذه الفتوى بقول والله لا عذر لمسلم إنه يتعامل من النهاردة في أي سنعة تبع الصين لأن هؤلاء يأخذون أموال المسلمين ويقترون بها إخواننا في سوريا بل وفي شمار الصين خمسة وسبعين مليون صيني بيعذبوا من بطش هذا النظام الصيني الكافر محتاجين نفهم يا جماعة وقعنا ما ينفعش مش عشان أنا محتاج مج من الصين قدي فلوس للناس يقتلوا بها إخواني مش مهم المج أشتري حاجة محلية وربنا يكرمنا ويبارك لكن عشان يسيب إخواننا يتقتلوا كمان نوعين عليهم وإن استنصركم فعليكم النصر مش فعليكم الخذلان إزاي إن هم يستنصرون وإحنا نخذلهم وفوق ده كل كبان نكون عونا لأعدائهم عليهم ده يعني ده أمر بجد بجد هنتسئل عنه أمام الله يوم القيامة بقول لي إخواننا في سوريا اصبروا وإن شاء الله ويثبتوا وربنا ينصركم والله العظيم النصر قادم وإن شاء الله بشار إلى زوال ونظام بشار إلى زوال وكل من حاد الله ورسوله إلى زوال وستدين الأرض كلها لله والله لن يبقى على الأرض إلا موحد هذا بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم حينما قال ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بإزة عزيز أو بذل الذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يظل الله به الكفر وأهله فعليكم يا أهل سوريا بالدعاء النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في غزوة بدر بالدعاء بعد فضل الله سبحانه وتعالى في غزوة الأحزاب بالدعاء قتيبة بن مسلم لما راح يفتح بلاد كابل قال ابحثوا والتمي سوريا محمد بن واسع رجل من الصالحين فقال وجدناه واقفا رافعا يديه إلى السماء يدعو قال والله أبشروا بالنصر فوالله لأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من مائة ألف شاب طرير ومن مائة ألف سيف شهير الدعاء الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رقم واحد الدعاء تاني حاجة الصيام يا أهل سوريا صوموا والصائموا له ودعوات مستجابة ادعوا ربنا أن يفرج همكم وكل مسلم على وجه الأرض إن لم يدعو لكم فهو آثم إن لم يدعو لكم فهو آثم شيء عجيب جدا أن أنا أبخل على أخويا حتى بالدعاء يعني زي ما بدعو النفسي أدعو لأخويا بل أنا بسبق دعائي لإخواني من أهل سوريا أكتر ما بدع النفسي ويعلم ربي هذا والله العظيم أدعو لهم يمكن أكتر مما أدعو لنفسي ولا الأولادي لهم الآن بحاجة إلى هذا الدعاء فمحتاجين نتحمل هذه المسئولية يعني دي مسئولية دي أمانة في عنوحنا أنا والله الودي ودي إن أنا لا أتكلم في أي مسائل علمي وأفضل ليل والنهار أتكلم عن سوريا لحد ما ربنا ينجي هذا الشعب الأعزل إن حرام لابد إنهم ما يشعروا بنا وإن إحنا نشعر بيهم يبقى الدعاء الصيام القيام أهل سوريا قيام الليل ولا أجل بعد صلاة مفروضة من قيام الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقبر كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سبحانه وتعالى هل من سائر يدعوني فأعطيه هل من داع يدعوني فأستجيب له هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له ويظل الحق جل وعلا يكرر تلك الأسئلة الثلاث إلى أن يطلع الصبح قادر ربنا والله العظيم بأهل سوريا في لحظة عدة يمحق ويبيد بشار وأعوانه وإيران وحزب الله وروسيا والصين أقسم بالله في أقل من كن فيكون لكنه ابتلاء وامتحان ليصطفي المولى عز وجل منكم شهداء وليثبت الباقون على دين الله سبحانه وتعالى ومن لم يكن تائبا فليتب إلى الله سبحانه وتعالى ومن كان عقل والده فليعود ومن كان يفعل كذا فلينتهي من أجل عودة الأمة مرة أخرى كما حدث في البسنة والهرسك كتير منهم كانوا بعاد عن الإسلام بل كتير من بنات البسنة والهرسك كانوا متزوجين من رجال نصارى ولا يعرفون حكم الشرع فلما حدث المذبحة التي جاءت من الصرب الملعونين فأفاق الناس وفيهم يعيه اللي بيحصل ده إسلام وده دين وده عقيدة ابتدوا يسألوا عندهم ولأول مرة يظهر الحجاب في البسنة والهرسك والأول مرة نلاقي مساجد والناس بتصلي والأول مرة نلاقي علماء والناس بتذكر الناس بالله والأول مرة تجد الأمة تعود إلى ربنا سبحانه وتعالى فالله عز وجل يحيي قرب أناس على أشلاء أناس يكونون شهداء أحياء يشفعون لهؤلاء الناس حكم ما عند ربنا سبحانه وتعالى حدش في الدنيا أحن من ربنا سبحانه وتعالى مع كل الصورة الدموية اللي احنا شايفينها دي كلها لابد أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لله أرحم بكم من رحمة الأمة بطفلها الرضيعة ياه كل اللي بيحصل في سوريا ده رحمة من ربنا والله العظيم رحمة من ربنا سبحانه وتعالى ناس ربنا بيرزقها الشهادة عشان تخش الجنة وكل واحد يشفع لسبعين واحد يعني لو قتل من أهل سوريا ربنا يعافيهم يا رب يحقن دماؤهم لو كان قتل تلاتين ألف كل واحد في التلاتين ألف هيشفع لسبعين واحد والذين لم يقتلوا ليل ونهار بيصلوا بيسجدوا بيقولوا يا رب بيقولوا يا رب بيقولوا يا رب قلوبهم موصولة بالله سبحانه وتعالى ومن بقي سيعيش عزيزا حميدا يعيش بحرية وبكرامة على أرض سوريا الأبي إن شاء الله وبشره أعوانه إن شاء الله إلى مزبلة التاريخ فعلا إلى مزبلة التاريخ كما ذهب الطغاط من قبله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في سوريا اللهم أينهم جوع فأطيمهم حفاتوا فاحملهم أراتوا فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم يا رب العالمين اللهم إنا آمنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماءك والقدر قدرك والقضاء قضاءك وأن هؤلاء الملعونين بشار وأعواني لا يعجزونك فاخذهم أخذ عزيز المختدر اللهم داوي مرضى هؤلاء هؤلاء البسطاء هؤلاء المظلومين في سوريا اللهم داوي مرضاهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم اللهم اربط على قلوب ذويهم واحق الدماءهم يا رب العالمين وألِّب بين قلوبهم يا رب العالمين واجعلهم جميعا على قلب رجل واحد وأعِنَّا على نسراتهم يا رب العالمين وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم حبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نقرى في الكتاب المستبي لما نقرى في الكتاب المستبي